السلام عليكم و ازايكم و عامنين ايه معيكم ام و ملكة و فيديو قديدة ان شاء الله يجبكم عايز اقول لكم انتوا حسوني جدا جدا لكن قبل ما ابدأ الفيديو لا تنسيك بصراحة تحطي لايك لو لاستمشوا اشترك اشتركي بعزي نوصل الكلام 50 الف مشترك صباح الخير و صباح السعادة و يومكم حلو باذن الله نهاردة بقى هنقضي اليوم كده مع بعض فا اول ما قمت كده ده كده كان على حوالي بقى الساعة تمانية ونص الصبح كده قمت بقى احضر فطوره كنت جايب افين و من بالليل من الفرنة فا ايه صح يا بقى السباح عايز احضر فطور فا هنقضي بقى سندوتشيل نفطر بها انا و جوزي و ملك يعني و مكة بس اعايز اقول لك على حاجة دايما انتي يعني غالبيتنا منصح من النوم بقاش لنا نفس اللي حلو نفطر بقاش لنا نحط حاجة لبقنا بس حاولي يعني حاولي ننسي تصحي تعملي حتى لو سندوتش خفيف او تعملي حاجة قبل ما تشرب يارمو من انتو تغيري ريئك بقى اي حاجة و قبل ما تشتغلي او قبل ما تبدأ ايومك تمام دي اتمكن اللي مقاعدها جنبي على الرخيمة عايز اقول لكم انا مقاعدها على طول على الرخيمة بس عشان التصوير و كده يعني ايه يعني بحاولي لنا ايه على قد ما قدر ابعيدها يعني و كده بس فعلا ما بقيتش تسكت خالص خالص يعني افضل اقول لها الكاميرا وتعلينا وتعلينا ما فيش خالص خلص بقى حطيتها على الرخيمة بحاول لنا ايه ابعد الكاميرا يعني عنها شوية اه فبتديت بقى لنا عمل فطار حاولي دايما انت فطري جوزك يعني قبل ما يروح الشغل ولو هو من طبع انه مش بحب يفطر يعني عمللو يستدت حتى سندوتشين وحطهم له يعني في كيس ودهم له معاه يفطر بيهم و كده احسن من الفطار بتاع بره و انضف انت اللي عمله له يعني في البيت و كده او حتى شربي كوباية لبن قبل ما ينزل على الشغل كده يعني انا عطل حطي اللبن البلدي عندي في الفريزر و ما بقطعه خلص من قبل ما بيخلص و اكون انا جاي بقى قبلها اه فبجيبه من اللبن و بعينه عندي في الفريزر بقى باغلي منه في الفطار اغلي منه في العاشا كده يعني فانو صحيت بقى سلقت بيد و جبت جبن كان عندي بقى جبنا رومي و جبنا ليه العيلة بديت و الحلاوة فاي بدأت اللي انا عمل سندوتشين كده وشكل في سندوتشين اه اللي عايز بقى اي حاجة ياخدها يعني كل واحد سندوتشين كده ايه و اللي عايز اي حاجة ياخدها اه فنفطر بقى يعني و نبدأ بقى ايه نشوف يومنا بقى هنعمل في ايه بس اول حاجة اول ما تسحي كده شغالي الكرآن وعملي حاجة في خفيف تفطري بيها ولبسي بقى كده غيري هدومك بلاش الهدوم انت كنت نايمة بيها تبدأي بيها لا انت كل يوم عاودي نفسك اول يوم غيري هدومك وبعد ما تخلصي شغل شايتك برضو غيري هدومك تلبسي حاجة كده الصبح حلوة وبدأي بقى اشوفي كده بقى ايه شغل بيتك فحضرت بقى الفطار و هنفطر بقى دلوقتي و هنفطر بقى البنات اما حاجة قبل ما ابتدي في اي حاجة هتشغل بيها عن عن الولاد انا ايه يعني ابقى مشبعيهم اللهم يبقوا شجعانين عشان لما ابتدي اخش على الشقة ما يعطرونيش يعاني ولا كده اللهم اخلصي اللوروية ويبقى هم شبعانين وبعد كده ام دخل على المبق بقى ايه اعمل لهم يعني الغدا فانت عمل لهم اي حاجة كده اي حاجة يتليهوا بيها او اعمل لهم اي حاجة يستسليهم وشغل لهم الكارتون ونسيهم بقى امي بقى شو في شقيتك ومشو في شغل بيتك وكده عشان بقى ايه ما يعطلو كيش هقطع بقى خيار جنب السندوتشات اللي عملت كده سندوتشات بيد وجبنة وحلاوة ونقطع بقى خيار يعني يفتح نفس جنب الاكل ونبتدي بقى انشوفي نعمليه النهارده ايه ورايا ايه ورايا ايه طبعا انتو عارفين ان انا يوميا لازم امسح الحمام ايا يكن انا هعمل اف يومي النهارده لازم يوميا امسح الحمام دي حاجة اساسية ما ينفعش تيجي يوم تقولي انا مكسلة مش هعملو النهارده لازم ايدك كل يوم في الحمام على طول كده في السريع او ما تسحم النوم امسك اللي زبونشة وصبين الحود حطي منظف في الطويلت يتنقع شوية بالفورشة بتاعة طويلت كده لف عليه اضلق مياه في الارض بشوية ايه منظف وجر المياه وخلاص يعني مش هيخد ممشلوه الغلبة اللي هتاخد منك وهتتعبك لا اه فسواني هتكون مخلصة بس بتدي بيق الصبح عشان اللي يخش كده الحمام يلاقي الحمام بقى ايه نظيف يعني وكده اه فبتديت بقى كده اللي نصب من الحود بالسوق انا بندفه بالكلورجل ايه وحب البريلة جدا بحس انه يديني لمع الكل حاجة ايه بنظفها فيها يعني ايه انت بتستخدم ايه في غسل المعين حط منه نقطة كده في ايه حاجة انت بتعمليها ايه عايزة تنظفيها يعني هتلاقيها بتبرق معيك فابتدي بقى اصب من الحود اصب من المراية بتاعة الحمام واخد بقى بالمرة البنيو بالدوش يعني والخلاط بتاع المياه انتو فاهميني انا اخد الجزئية ذي على بعضها كده اللي هو الحود بالمراية والنحية التانية انا اخد البنيو بالدوش كده الجزئية دي والجزئية دي وانقعد طويلت كده وامش عليه برضو وعد كده اخر حاجة تبقى الارضية وافرشها بقى اه ده التقمي لانا كنت جايبا من رانين كان من عروض الجمعة البريدة كتستنى اللي فاتت بس عايزة اقول لكم حلو جدا جدا يعني كان سعره تقريبا تقريبا عما تذكر انه كان 15 جنيه بس كان حلو او شافين الكتعة للصابون وكتعة للصابون الساير وكتعة الثالثة كانت للفرش بقى واي حاجة يعني انت بتحطيها كمنظم يعني فبصراحة للفرش والمعجون والحاجات اللي بتحط في الحمام فبصراحة حلو او ب15 او ب20 وعبت دى بقى لانا نصب برضى المرايا بصور المرايا الي عندي الوحيدة الي في مقين نصبه هي مرايا الحمام. يعنى اي مرايا لدي بالملمع والجرنال يعني وكتدا ولكن هذه المرايا الوحيدة لانا أجب أنصبنها كددي بالسلك عشان يعني يتندف معي يعني وكددي. وش بقى عليه مي برس كذ meraيا بس تانتخلي بالك. لو عندك كهربا في الحمام. فنصب الحمام ونخلصه ونشوف نعمل ايه بردو بردو عندي كم حاجة كده برضو عايزة اخلصها النهاردة يعني الى حد ما الشقة النهاردة يعني يعتبر نزيفة الى حد ما بصوا يعني انا لازم قبل منام اشيك كده عليها على السريع والصبح بقى ايه بكمل يعني فهأخسل بقى البنيو ووضعكو كده وصبينو كده على السريع ونكمل بقى دايما نستغلها الى اليوم اللي بيبقى ١ أكل فيه وständك اكل بيت نستغل وسرعني ايها متhu صونة انت ليحرف تجعلها تهمي نفسا في أي يوم عادي تريدها تع inconschiedenة حجرة عن شخصية تريح اي حاجة كشخصية دايما نستغلW واد بالك في آية حانيه ق inve jebb حانيه قبلهاánt تكوني حاجة لاليوم ض���تاج أريد أن أذهب إلى ماما و أريد أن أذهب إلى أشياء حاجات للأكل والتسويق أريد أن أشتري حاجة شخصية و أريد أن أشتري حاجة أريد أن أقول لكم الأشياء من ساعة مخلفة مكة أتغيرت تماماً تماماً غير خلفة ملك كنت أريد أن أشعر خفيفة بها و أخذها و أذهب و أذهب و أعايد الدنيا جميلة و من ساعة مخلفة مكة حسنا أن أخرج بها أفكار و أحسنا أن ألبست أيها الشخص والأبس و هل ألبس النهاية؟ لا فأقلت أحب أي شخصية من الأول أمن أستطيع أن أذهب إلى içerع لد час أخرج و أعرف من ساعة مكة من أحسنا أن أريد أن أتميب في المدين و ليس أأنا أذهب في البيت لما أصل إلى بركة السلام محمد لا أعرف على ما يكون فعله لأخي أخي اصبحوا كثيرا بشكل جيد لأنني يبسوا الكثيرين لأخي أصبحوا كثيرا في الشارع حتى عندما أقول أن أذهب لأمي وأن أذهب لأمي وأذهب لأمي أدسها وأن أجد لبنتين وأذهب وأن أذهب لأمي لا أعطي في بيته ونعبس عن أي شيء أيضا المسؤولية لأولاد يجب أن تعمل حسابهم في أي شيء نوع عليها يجب ان تفكر فيهم هما الأول يمكن لما يجب ان يجب الى نفسهم في البيت و اخرج وانما يكونوا صغيرين و لا يفعلون الى نفسهم في البيت فهنا لا ينفع فأنا من ساعة ما خلفتها زي ما قلت لكم بقيتها جيدة من قريب كنت الأول لكي اشتري هدوم يجب ان انزل شبرة الخيمة كنت دائما انزل اشتري اللبس مينا لازم انزل الف هنا و اتفرج هنا و اتفرج هنا و اشوف مثلا لو ان هنزل حتى بنشوف الهدوم معرفش ايه لا من ساعد ما خلفت مكة و انا دائما اشتري الحاجة من قريب اللي هو فين قليب البلد دي منطقة جنبنا باشتري منها كل حاجة بس بقى انا كمان مش بنزل كمان و هو اتفرج و اشوف و اعمل لأ امتبع الجروبات بتاعتم بتاعت المحلات الما في المنطقة و اشوف اللي عاجبني و اصيف الصورة و انزل المحل ادعو انه بطاعته بوامة مباشر لكل حاجة و ايجبها بدعها جديدة و الاسعار و كل حاجة ادعو انزل ادعو انزل اجب بالمحل دو و ادعو هنزل و اقضل شر و ادعولي و ادعوه المحل دو ادعوه والاستخبار غير الاول خالص بجد غير الاول كانت لازم في اللفس اتقل فيه الان و اشوف دوت و امتبع ايه اشتري اللفس بسهولة خالص لا اتقلت اك Bradley يعني من ساعات بقى ما خلفتها وانا بوسه او رب ما كان بجيب مدنه اللي هو اليو البلد يعني اللي هو يدبك مواصلة يعني ما بكملش فيها خمس دقايق يعني كده حتة جنبنا بس بركب لها يعني وكده عشان ما مشيش بس فالله المستعين وربنا يقوينا كلنا على ولادنا المهم بصه بقى انا عملت ايه انا دخلت دلوقتي على الصفرة كنا مبارح بنتغد على الصفرة فأكنا يعني على تربيزة الصفرة وكده كنت عملالهم يوم حلو قوي مبارح فطبعا المفرش يعني وكده عايز يتشيل ويتغير فغيرت بقى المفرش وحطيت مفرش نظيف وكمان عملت لي كوباية شاي كده بقى ملاش رفية وانا شغالة في الشقة بصوا الكوفر بتاع الكورس دوت كانت مكة مش اغبط عليه بالقلم فشلته بقى عشان اخسله يا رب بقعت الحبر دلت تلعبا ونظفت كده السفرة من تحت كده ومشيت عليها بالمكنسة وكمان لما عدت كده كل الحتة اللي عند دخل الباب الشقة عند الباسكت في تلوع الريسبشن بتاعي لركنة يعني الحتة للأجزاء بتاع السراميك اللي باينة لما عدتها كده بل شرشوبة على السريع يعني تدي ايه إلا أنا مسحة يعني وانا مش مسحة ولا حاجة جماعة فغيرت كده وزبطت الدنيا على قد مقدر يعني يعني انا يعني انتو لو تلاحظوا انا بخش بشوف اللي مبهدل ومحتاج اللي انا عمله فاننا عشو كنا متغدين على الصفرة فلازم اغير المفرش يعني وكده وانظف عند الصفرة يعني تفاهمين؟ اعملي نفسك دائما كده حاجة انت بتحب تشربها وعمليها وحطها جنب كنت بتشربي وانت تعملي حاجة اصدقيني الحاجة هتتعد عليك بسرعة بس بالله عليك بلاش حواره لانت تشغالي اغاني ده ده كان زمان قبل ما تجوز كنت عطوب بشغل اغاني اعمل هاي حاجة لازم اشغل اغاني اجي ازاكر لازم اشغل اغاني اجي هعمل حاجة في شقه لازم اشغل اغاني دلوقت بقيت مختلفة تماما 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 ما عارفش ما بقيتش اشغل اغاني لازم اشغلوا القرآن كده الصبح بدل شوية ممكن مثلا قبل ما جنام أشغل القرآن جنبنا كده وشوي يعني كده إنما أغاني وكلام ده لا الحمد لله يعني ربنا يهدينا جميعا يا ربي للأحسن دخلت بها دلوقتي ملك كانت طلبة مني بيزة عايز أقول لكم يعني الحد الوحيد اللي في البيت اللي بيقول لي على الأكل اللي أنا أعمله هو يا ملك يعني أقول لي جوز يقول لي أي حاجة عملي أي حاجة ملك تلاقاها كل شوية كده أكلة تضرب في دمخة تقول لي يا ماما عمللنا بيزة يا ماما عمللنا مش عارفة إيه فبصراحة يفتديني أفكار يعني فجبت كده دولة حوالي نص كله من الدقيق يعني مثلا قولي كوبايتين ونص ثلاث كوبايت ثلاث كوبايت يعتبر من الدقيق بحط عليهم إيه بحط عليهم معلقتين كبار من الخميرة عايزة تختبريها بمية دافية الأول اختبريها بحط عليها كيس لبان بودر بحط عليها حوالي خمس معيل من الزيت ومع علاقة رشة من الملح ومع علاقة من السكر ومع علاقة من السكر ومع علاقة عجينها ميضة في حاجة تحطي زبيدي واتطريها أكثر تمام بسيبها تختمر ومع علاقة عليها لازم تسيبها تخمر شوية عشان العجينة تطلع معاك كويسة بصوا بقى طول ما العجينة كويسة تتفرد معاك بسهولة جدا بشكلها براح تغير لما تكون بقى اي مسيقنا التي تبتها ترتاح شوية بتلاقيها مرخمة معاك كده في الفرد تلاحظ انا لم تبقى احتاجة لانا اجيبها اللي بتفرد وافردها على طول بقى ازي كده وفسويني وبنغزها بالشوك عشان اطلع الهواء اللي جوها عشان بقى ما تندفخش مني في الفرن يعني هعملها باللحمة المفهومة فطلعت اللحمة كده وحطيت السلسة وحطيت عليها كده الكوتشوب وحطيت عليها اللحمة أبتزي بقى لانا ايه قطعت كده الطبقة دمالته كده اغدار فلفل الوان فلفل اخضر زاتون مخلي طماطم يعني كده كل الحاجات كده احطي منها احنا منحب الخضار على البتزة قوي قوي ااااا يعني انا اكتر واحدة اقولك ان البتزة دهت ما بتاخديش طريقة حد البتزة دي انتي تفنيني فيها بتحطي حاجة بتحبيه ان شاء الله عالبتون هتحطي ان شاء الله جبن بس ان شاء الله خدر بس ااا فحطي بقى الخضار اللي عندي وحطي بقى جبنة موتزر اللي بس اااا انا هعمل بيتزتين واحدة بالجبن وواحدة من غير جبن اللي بالجبن دي هعملها الجوزي اللي من غير جبن ديت هعملها لينة تمام هدخلها بقى الفرن كده وعمل البيتزات تانية دخلها برضو في الفرن وإيه ولما تطلعها ورها لكم بصوا هي يعني أهلا حاجة ما بتدخليها لفرن حامي ما بتاخدش وقت خالص وبتبقى جهزة فهي جهزت معي هي تقطحها بقى ونحط بقى جنبها إيه مخلل وخلاص شكرا على كده أنا ما كنتش بصراحة مجهزة اليوم ده اللي أنا أعمل بيتزا يعني هي طلبتها وقلت لها حاضر عيوني بتؤلي يعني يا مما اعمليلي بيتزة كل يا مج Beat' أعطي من امتا هتش ببنس هاغلها العملي ياهام لك ياعملي كده جلت خلاص هلجها ياهام الامر اللي المهمة سيظهت بالتالي بيتزا كده آ هواينجي التانية ما هلجت أندب HA U製ه على البوتوجاز يعني فاوين plabe هسしع مجهز واختلتها كده فالغدية بتاعنا كده مخدتش وقت خالص وكان جهز يعني واليوم كان خفيف ولذيذ بعد الغداء سأقوم بفنجاني القهوة بصي احلى حاجة في يومي كلها بجد ان انا بعد ما خلص شغل الالشاء وشطة بالمعين وشطة بالمطبخ اعمل فنجان قهوة وفنجان النصق فيه بصو دي حاجة بالنسبة لي اساسا حاجة كده يعني كفيلة ان يتساعدني ننعد برواء كده مع فنجان القهوة بتاعي بعد ما خلصت الشغل يحكسي واشربه بقى على القهوة واعطلع برضو عينا من التلاج عشان باقي ملك ومكة يعني يكلوا فيه وحنا نشرب القهوة بس كده ده كان اليوم بتاعي يا ربي يكون عجبك لا تنسيش بقى تحطي لايك وشوفك على خير ان شاء الله الفيديو الجاي باي باي